صباح الخير والتيسير على احلام وتتبعات عندي في القناة مرحبا بكم في فيديو جديد كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير كامل يا ربي ويدخل عليكم هاد الشهر الكريم بالصحة والسلام وطل عمر يا ربي بالنسبة للفيديو كيمما كتشوفوا البنات تحضيرات رمضان ديال دقيقة تسعين كيمما كيقولوا ايواش غندير داتها بيلة للحادقة ما جاتنيش في الوقت وعطلتني على التحضيرات المهم ان شاء الله غادي نفارتجي معاكم اليوم ان شاء الله كل شي دك الشي اللي وجدت وقبل ما نبدو الفيديو اكيد ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم فارتجيو الفيديو واشتراكي لك انتو اول مرة كتشوفوا القناة ومارحبا بكم والف مرحبا ونبدو على بركتي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اول حاجة غادي نبدا بها هي ماطيشة لغادي نصوب البيتزا غادي ندير واحد المهم كمية اللي عندكم ديال ماطيشة غادي نخلط معها بصيلة غادي نخلط معها فلفلة حمرة المهم غادي نقطع كل شي غادي نضيف عليهم اه شوية ديالزيت الزيتون شوية لبزار وشوية الملحة وغادي ندخلهم الفران غادي نشعليها التحت والفوق ونخليها حتى يدخلها هكا طياب واطلق واحد لاصوس ديالها زوينة البنات كتجي هكا حسن من اه مبخرة ولا مسلوقة ما كتجيش زوينة كتطلق الماء هكا كتجي واحد لاصوس لي زوينة جربوها ان شاء الله من بعد اه كان نطحنها وكان نصفها بوحد صفاية باش نحيد منها هذك القشور وهذك الزريعة ديالها سافي وغنديرها وحف وحد نجراء غادي ندير معاها شوية زعيطرة او لازعطر كندير معاها واحد شوية ديالتومة بودر او تومة اه محكوكا ولا المهم اللي عندكم كندير شوية زيت زيتون وشوية ديال لاصوس ديال الطماطم كان نردها تحر شوية حتى تشرب وصافي غادي نديرها في هاد المول ديال سيليكون البنات اللي زوين زوين صارحة كينفع كتجي هكا ساهلة كتهزي الكمية اللي بغيتي كتخدمي بها وما كتاخدش لك واحد الاسباس في الكونجيلاتور صافي كتجمعها في واحد البواطة وكتجيك ساهلة البنات في استعمال هالطريقة راه هزوينا بالنسبة لهاد المولة البنات را عديد استعمالات وحق الله يلا نفعني زعمة آآ اللي بغيتيها فيما دورتي كيدور آآ زعمة آآ فلوسو والله العظيم الى آآ حلال كيمة كيقولو وكيسهل عليك المأمورية صافي هنا يكتجيك اللاصوس ديالك ساهلة ووزوينة حتى في الشكل صافي كتغطي لها هكا في هادا وكتديرها في المجميد ديالك هنا بالنسبة لبنات البصلة فاآ جيت واحد هزيمة هكا ديال البصلة وكتبقى غير كتخسر لي هاداك الرويصات ديول هاد الخضرين وراكم عارفين آآ البصلة غالية هاد الايام آآ اللهم نقطع صدو شوية حتى هي حيت لهاد الرويصات ديولها قطعتهم على هاد الشكل ودرتهم فالبواطة صافي وغادي نديرهم فال مجميد وغايجوني ساهل النيت سيلا بغايت ندير الحريرة ولا اي حاجة غادي نجي ونهز ما كتخسر موالو ومهم راح نقطع صدنا شوية هكا كدش في آآ طريقة ساهلة كنبدو نسهلوا علينا في هاد رمضان تبارك الله رافيه فيه تمارا وفيه الروينا اللهم آآ نقصو علينا شوية وصافي هنا يا آآ غادي ناخد هاد آآ السابانيخ تهو ما غادي نقطعهم ونقعدهم نديرهم فالبواطات صافي وكنديرهم تاهم في في الكونجيلاتور وكيجو نتاهم مساهلين المهم كان كان نغسلهم كان قطعهم ونخليهم ليلا كام لحتين شفو كيف ما كتشوفو ما يبقاش فيهم الما نهائيا عاد ديك ساة كندوز باش نقطعهم ونديرهم في البواطات اللي غادي نستعملهم. المهم ادا الساباني خدا وقتهم دابا نستغلوهم وندخلوهم اللوليدات في الحشوات ياكلوهم يستافتوا منهم آآ جوقتهم مع هاد رمدان اللهم ان آآ ندخلوهم ليهم نستافتوا احنا وياهم اناكلوهم احنا وفي نفس الوقت فاهم اياكلوهم معنا آآ وكيجو نتا لداد دوك الحشوات اللي كتضيفي ليهم هاد السابانيخ كيجو زوينين صافي هدي الطريقة اللي كندير ليهم كنديرهم هكا في البواطات صافي وكنعود مني نبغي نهز ركن هز القياس اللي بغيت انا كنخدم به صافي. المهم انا ما كان وجدش كونتيتي لي كتيرة. المهم كان وجدك ديال عشر ايام خمسة عشر يوم ليجعل براكة تاني تنوجد باش نباش نوجد عهو تاني كونتيتي اخرة. اواجي تشوفو هاد البيض يا البنات اللي دير قرون هاد الايام تهوايا المهم خديت واحد ربعين غادي نقسمها انا وماما. والله يجعل براكة. آآ بالنسبة للا الحادقة اللي عطلاتني الى التحضيرات خديت هاد لها اشوار البنات آآ هاد الماركة جينيرال. المهمة للماركة رها معروفة ومزيانة. خديت آآ اينوكس كيف ممكن تشوفو. المهم كان عندي ديال بلاستيك ضغياتي خسرو هادو قديو البلاستيك ما زوينينش. آآ قلت غادي ناخد آآ اينوكس ان شاء الله هي خرج مزيان. المهم اللي عندها بحال دي الماركة آآ تقولها ليا. آآ آآ ليش انا يا عزيزة عليها هاد جينيرال عندي في الفران وعندي في العجانة. قلت ناخدها حتى في آآ في الهاشوار. المهم آآ كيف ما كتشوفو هادا والموتور ديالها على هاد الشكل. عندو هاد الويدا وعندو هاد البطونات. وهنا هدي هي الغطاية ديالها في هاد الجليدة هكا ديال سيليكون كتحاف بل هادا كشي ما تيخرش. وهدي هي آآ الماس ديالها. فيها آآ فات قريبا تلاتة. كين هادا فيه جوج كيتفصل. مهم عندو واحد الحريف هكا كيدحول هاد الموس. وتي آآ تفتي تسد. المهم لا بيتي تبدليه كتبدليه الى تهرس او لا او لا حفالك رادير الليك آآ الحطيات. سوكور. وهذا هو الميز الثاني. تاوره ما ديالبنات غير ردو البال منه. وهذا كي بقى بحل الطراب ولا عجانة ولا المهم لا بيتي تخدمي باشي آآ آآ استعمال الآخر. هنا البنات حاولوا انكم تاخدوا هادو اللي تيكونوا فيهم هادو الحريفات. علاش? حيث آآ مني كتكوني كتتحني في هادا كشي اللي درتي تيتطحن. ما اللي تيتضرب مع هادو كل آآ الحريفات تيتقلب وتتتحلك ضغياء. آآ هادو هم الفائدة ديالهم وهادك الكاتالوج ديال هلا ما بغيتي شي معلومة منه وصافي. آآ خذية البنات آآ آآ تلاتة يطرو فيه تلاتة يطرو. المهم آآ كيكوني يتحلك القليل والكتير آآ آآ وبالنسبة للواط فيه تلتمية واط. آآ بالنسبة للسيد قال لي يمديش على الواط راه ادي علاء الماركة دياله. الماركة تكون مزيانة. اما الواط راه راه تحت حن مزيان. وبالنسبة للتامان البنات راه خديته بمية وثمانين درهم. آآ صار حاجة يعني انا رخيص تامان دياله. آآ سيد تصيب معايا. المهم خديته بهالتامان. آآ كانت منه ان شاء الله يكون آآ يخرج مزيان. المهم كتكون عنده واحد جليدة هنا يا انا ما لقيت هاش معاه. مشي مشكل غادي نقضي. غادي ندير لي غير هاد سيليكون نفرشو له. آآ هنا نحطو عليه. آآ اول تجربة البنات غادي نجرب معاكم هاد الهاشوار من بعد ما غسلته. صافي آآ غادي قطعت هاد الفرماج الاحمر. وغادي نطحنه فيه. ان شاء الله نجربه يكون مزيان. ابقوا معايا باش تشوفوا معايا التجارب اللي غا ندوز فيه كاملة ان شاء الله. آآ ونشوف الخدمة دياله كيف هاش دايرة. هنا البنات آآ غادي نبدأ آآ نطحن آآ اول ما غادي ندير آآ البطنة اللولة عاد غادي ندير البطنة الثانية. صافي الحمد لله آآ ضغياء ضغيتي يطحن آآ ما ما تيبقاش يتهازو لهذا آآ تابت في بلاستو وهنا كيف ما كتشوفو هاو الفرماج كيفاش خرج ما كيبقاش لك شي قيطة اكبر ولشي حاجك يخرج متساوي هنا شوفو كيفاش داير. بلا ما تبقيت حكي ولا هادا صافي هاد طريقة زوينة. غادي نديرو هناي في هاد البلاستيكات. وغادي نديرو في المجمد. بالنسبة لهاد بلاستيكات غادي نصرحو فيهم على هاد الشكل باش يجيني ساهل. وغادي نخرج منهم ذاك لهوا وصافي ونصرحو على هاد الشكل ما كيهزوش ليسباش في في الكونجيلاتور. هادي ايه الطريقة ديال 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 فرماج لابيتو تحطا عفضو به. راكي يجي ساهل في الخدمة وتعودي تجبدي صافي تيجيك ساهل. احنا البنات اخديت هاد الموزاريلا زوينة. غادي نتحنها حتى هي في هاد الهاشوار. المهم التامن ديالها خمسة عشر درهم ميتين جرام. المهم كتجي بنينة في في البيتزات وفي الحوشوات. تقريبا الكيلو كي تقام بشي سبعين درهم. مهم ان اخديت غير هاد القطعة صغيرة هاكا في ميتين جرام كيما قدليكم. ندوز بيها حتى تكمل وناخد وحدة اخرى. غادي نقطعها لها ديالشكل قطعة صغيرة. من بعد غادي نديرو في الهاشوار حتى هو باشي تحن ليه. صافي دابا من بعد ما طحنتو تهوه هانتو ما كتشوفو كي باش خرج هاد ضغيات ضغياتي تطحن. صافي غادي ناخدو حتى هو غادي نديرو في بلاستيكا ونسرحو نفس الطريقة لدرد الفروماز الاحمر. ونسرحو تهوه مزيان. وناخرج منه هاذا كل هوا ديال اللي غا يكون في بلاستيكا. صافي وتنسد عليه. وتنجمعو على هاد الشكل باش مياه حجلية وحد الاسباس. صافي وها الموزاري ديالي واجدته هي. مهم هاد الطرق راهم كنسهلو علينا شوية. دابا غادي ندوز للربيع. شا هو اللي غسلته وخليته آآ نشف مزيان آآ مايبقاش فيه الماء. حيتي لبقى فيه الماء تيجي آآ تيجي محرر في مني تيطحن. آآ اللهم غسلوه وخليه حتى ينشف على خاطره عاد دوزوه هنا في هاد الهاشوار. صافي غادي آآ ندير آآ كمية اللولة. وعد ندوزها. نطحنها. ونرجع معيكم. ايوهان توما شوفو الربيع تبارك الله جوج دورات آآ هوا آآ تبارك الله ولا مسحوق. آآ والله العظيم إلى آآ ما قالوا لها للا الحادقة تكانت للا الحادقة. الحمد لله والله لا سهلات علينا. آآ هنا اياه غادي ناخد غير هاد البواطة غادي ندير فيها الربيع ما بقى وش عندي البواطات كملتهم. صراحة كان نبقوا عند جمعون ونخشوف ذاك الكونجيلاتورتا. المهم غادي نستعمل غير هاد البواطة كيما قد لكم آآ ديال الديسل اللي كان ناخد غفاء منها كان ناخد غفاء الديسل المهمة ما كان نحتافض بيهم آآ كنديرهم في المجميدة هما كيعونوني. غادي تشوفوا معي كيفاش غادي ندير ليهم. صافي وغادي ندير آآ الكمية الثانية تاي غادي ندوزها ضغية ضغية. ايوه وغادي نحتافض بيها تاي بالنسبة لهاد الكمية خليتها غليضة شوية كيعجبني الربيع يكون بعين مزيان ما يكونش مسحوق. صافي وغادي نديره في البواطة الثانية. كيف ما كتشوفو. وهنا عندي واحد الربطة ديال الكرافوس تاي غادي ندوزها. ندير بها الحريرة. مهم آآ تاي غادي ندوزها فيه. ايوه ضغية ضغية الحمد لله. ما تيشدش لك الوقت بزاف. آآ مهم كان هاد التجارب كلهم كانوا مزيانين. هنا كيف ما كتشوفو البواطة قدرت لها واحد سلوفان. باش غادي نحط فوق منها البواطة الثانية. باش ما يشدوش لي اللي يسبس في في الكونجيلاتور. حيث آآ كبار آآ اللهم ندير ليهم بحل هاد شكل. آآ صافي غادي جيني مزيانة وندور عليهم سلوفان. هنا بالنسبة الحمص كنت مفزقة غير هاد شوية. زبا يلا هزت هادا كنت نسيتو. مهم هادا غادي نحتافض بيه هادا هو. غادي لنفس طريقة ديال ديال السلوفان. صافي ونجمعوا مع هادوك البواطات. آآ كي ما قدت لكم ما غاديش يشدو ليه ليس باس بزاف. صافي وهنا قاعد ديت هاد شي كامل. المهم بهاد بهالطريقة ما خليتش البواطة ياخدو ليه آآ مساحة آآ كبيرة. صافي وهو ما آآ مقاعدين. قد عبالبنات غادي ندوز لسلسط الطماطم اللي غادي نديرها حتى هي في هاد السيليكون. كيف ما درت آآ آآ لاصوس ديال البيتزا. غادي ندير هاد لاصوس آآ آآ باش آآ جيني حتى هي سهلة وكتجيني هاد الكمية. آآ تقريبا هي لغادي تخصنيني تآ إلا بغايت ندير الحريرة او لشي حاجة المهم. كتجيني هاد الكمية هي هادك. يا وصافي غادي نوزعها في هاد المول كاملة. صافي وغادي نحاول ان نضربها شوية باش آآ آآ تدخل تشد بلاستها في هادا كل الحرايفات ديال هاد المول. وصافي من بعد كندخلها المجميد تكتجمد وكنديرها في البواط آآ صافي وكن نحتافظ بها. هادا هي الطريقة ديالها سهلة لبنات آآ عملية. وهدا تحاولوا انكم تاخدوا هاد سيليكون راكي مما قلت لكم عملي عملي فلوسو والله ما تضيعوا فيها. صافي هنا ايا غادي نجيب الطمر حتى هو اللي غادي نديرو في واحد البواطة باش غادي نحتافظ به في تلاجة المهم الطمر غادي نديروها في تلاجة تحت صافي كان نديروه في هاد البواطة وديك الساعة كان نحتافظ به هن هالزغير القياس اللي بغيت انا. كي ينفعو هاد البواطات بزاف البنات. آآ بالنسبة للبيتزا هاد ميني ببيتزا لبنات آآ صايبت واحد الكمية قسمتها انا وماما. مهم كل شي انا نقول لكم قسمتها انا وماما. آآ صايبتها مزروبة ما ما كانش عندي الوقت باش نصورها معاكم. ان شاء الله غادينا غادينا نصورها ونوريكم الطريقة كجيزوينة وآآ كتتحطافظوا بها هكا في المجمد. تهزو غير القياس اللي بغيتو. احتيارها كتنفع وكتسهل علينا. والحاجة الزوينة البنات اللي كترحمني فيها ماما وكتصوبها ليا هي هاد تومة آآ كتصيبها ليا آآ كتطحنها وكتجيبها ليا مسكينة الله يعطيها صحيحتها الله هلالا كتنفع بزاف وكتسهل عليك بزاف ديال المأموريات في رمضان كتكوني مزروبة ما ككونش عندك الوقت باش تبقيت حكي ولا تنقي ولا هادا كتهزي دك القياس اللي بغيتي كتخدمي بي وكتجيزوين احسن من تومة هادا آآ المهم طريقة ان شاء الله آآ نشاركها معكم تا هي في آآ نسولها ونشاركها معكم علاش الله المهم كيف ما كتشوفوا البنات هادو هما تحضيراتي البسيطة البنات آآ المهم الاساسيات اللي غادي نوقف عليهم آآ هما اللي وجدت معاكم كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتنتوا ما تستفدوا من هاد الفيديو تاخدوا منه افكار علاش الله شكرا لكم ونطلقوا ان شاء الله الفيديو آخر ورمدان كريم انشاء الله من الان